بسم الله الرحمن الرحيم اهلا يا شباب بكم والنهاردة هنكلم من كلامنا عن تقدير النهايات بيانيا الجزء الرابع تعني ابتداء على بركة الله بسم الله الرحمن الرحيم قبل بس ما نتكلم عن الدرس يا شباب عايزين نراجع مراجعة سريعة على الفكرة اللي اخدناها في الجزء التالت اللي هي فكرة ايه؟ فكرة الاقتراب من المالة نهاية والسالب مالة نهاية احنا قلنا لما يبقى فيه رسمة زي كده ويطلب مني نهاية الدال عندما تقترب اكس من المالة نهاية ونهاية الدال عندما تقترب اكس من سالب مالة نهاية يعني بالرموز اقولك مثلا limit f of x لما اكس تقول مالة نهاية كانت الفكرة ايه شباب لما اقولك اكس تقول مالة نهاية تعني فتكر مع بعض كان يعني ايه تتبع السهم اقصى اليمين السهم اقصى اليمين طيب السهم اقصى اليمين اللي حصل فيه هتشوفه طالع فوق ينازل تحت احنا هنا عندنا اقصى اليمين طالع فوق يعني معناها الاجابة كتا تبقى بكامل المرة اللي فاتت قلنا ما لا نهاية طيب عايز limit F of X لما X تقول لسالب ما لا نهاية معناها ايه معناها تتبع السهم اقصى اليسار اقصى اليسارة يا شباب زي ما واضح واقصى اليسار اللي حصل في السهم نازل لتحت نازل لتحت يعني اجابتك كتب ايه ما لا نهاية ولا سالب ما لا نهاية اه لا نازل لتحت يعني سالب ما لا نهاية جميل طيب ناخد كمان مثال نذكر النسبي رسمة يا شباب بيقول لنا ايه هات limit لما X تقول لم لا نهاية X تقول لم لا نهاية وبتتبع السهم اقصى اليسار اقصى اليسار اهو السهم ده في الحالة اقصى اليمين اسف المال لا نهاية اقصى اليمين معناها ان السهم ده يا شباب نازل لتحت طيب السهم ده نازل لتحت معناها اجابتك ايه اه سالب ما لا نهاية طيب عايزين limit F of X لما X تقول لسالب ما لا نهاية لما X تقول لسالب ما لا نهاية يا شباب معناها ايه تتبع السهم اقصى اليسار طيب السهم اقصى اليسار زي ما احنا شايفين طالع له فوق يبقى اجابتك ايه ما لا نهاية وخلي بالكم يا شباب فيه معلومة عايزين نقولها الاجابة اللي هي سالب ما لا نهاية او ما لا نهاية ده وصف للحالة لان ما لا نهاية وسالب ما لا نهاية احنا ما نعرفهاش يعني معنى الكلام ده الليمتاد دي كلها اللي احنا بنحسبها لمتاد غير موجودة وما ليه الاجابة اللي انا كاتبها دي يا سيد زهاني لما هي غير موجودة لا ده وصف للحالة يعني اصلا الليمت دي يا شباب اللي احنا حاسبينها دي هي غير موجودة بس سالب مالة دي انا مش عارفها وبرضو نفس الكلام هنا الليمت دي غير موجودة انما ايه اللي انت كتبه الاجابة دي يا سيزاني ده وصف للسلوك او وصف الحالة الدل ماشي يا شباب يعني انت لازم تبقى عارف ان الليمتات دي كلها عبارة عن لمتات اجاباتها غير موجودة بس ده سالب مالة نهاية ومالة نهاية ده وصف للايه وصف للحالة طيب احنا معنا الكلام دي يا شباب ان لما قلنا اكس تقول لي مالة نهاية او سالب مالة نهاية تتبع السهم اقصى اليمين والسهم اقصى اليسار في الامثلة كلها اللي احنا شرحناها كان ايه اللي حاصل كان اللي حاصل ان احنا ممكن نشوف السهم نازل لتحت او طالع لفوق لما كان طالع لفوق كان اجابتك بتبقى مالة نهاية لما كان بيبقى نازل لتحت كان اجابتك بتبقى ايه سالب مالة نهاية طبيع الجديد بتاعنا النهاردة الجديد بتاعنا ان انت هتشوف السهل لا طالع فوق ولا نازل تحت ايه ده اما للاجابة تبقى ايه في الحال ده تعا نشوف مع بعض بيقول لنا مثال قدر النهاية لما اكس تقترب من المال نهاية واكس تقترب من السالب مال نهاية يبقى عايز لما اكس تقترب من المال نهاية وتقترب من السالب مال نهاية طيب احنا قلنا يا شباب لما X تقترب من ما لا نهاية معناها تتبع السهم أقصى اليمين خلي بالك دوقتي فيه أربع أسهل إحنا طبعا خلينا في الرسمة الرسمة بتاعتنا اللي باللزرق طيب فيه سهمه وفيه سهمه أنا عايز السهم أقصى اليمين اللي هو ده دع اليمين أيوة بس مش أقصى اليمين ده أقصى اليمين طيب السهم ده أقصى اليمين إلا حاصل يا شباب لهو طالع فوق ولا هو نازل تحت أما ليه ده بقى قالك ده بيقرب من خط شايف الخط بالأحمر اللي أنا عامله المناقض ده بيقرب من خط جديدة دي يعني معنى الكلام ده إنه ممكن يبقى طالع فوق أو نازل تحت أو يقرب لخط يقرب لخط يعني عمال يقرب منه بس ما بيقابلوش طب في الحالة دي أوساة زهنة كتب ما لا نهاية ولا سالب ما لا نهاية أنا كده حطرت قالك لأ شوف هنعمل إيه الخط السهم ده يا شباب بيقرب من خط هنعمل إيه بقى عشان نجيب الإجابة بتاعتنا قالك شوف السهم أو شوف الخط اللي السهم بيقرب له اقفز على الخط ده تاني السهم ده بيقرب لخط طب أنا هعمل إيه عشان أحسب الإجابة هتعمل خطوطين إيه هما الخطوطين يا أستاذ هاني هتقفز على الخط طب يا أستاذ وبعد ما هكفز على الخط هعمل إيه قال لأ خد إراية وي اللقصة ده تاني يبقى أنت ماشي بالسهم السهم بيقرب من خط هاقفز على الخط وارح واخد إراية وي اللقصة ده يعني المكان ده طب إراية وي هنا كام؟ عد كده 012 أيوة يعني هنا الإجابة 2 يبقى limit F of X لما X تقول لما لنهاية يعني تتبع السهم أقصى اليمين السهم أقصى اليمين بيقرب لخط هاقفز على الخط وارح وي اللقصة ده وي اللقصة ده بكام؟ باتنين يعني النهاية باتنين طيب تعال نقررها في السالب ما لنهاية عشان نأكد المعلومة بيقول لنا إيه؟ limit F of X لما X تقول لسالب ما لنهاية X تقول لسالب ما لنهاية معناها تتبع السهم أقصى اليسار السهم أقصى اليسار لهو طالع فوق ولهو نازل تحت ده بيقرب لخط طب هاعمل إيه يا أستاذ عشان أجيب النهاية؟ اقفز على الخط قفزت على الخط بعد ما أقفز على الخط أعمل إيه؟ خد إراية وي اللقصة ده إراية وي اللقصة ده كام يا شباب؟ اتنين يبقى الإجابة اتنين جميل فهمنا يا شباب؟ طب تعال ناخد مثال تاني عشان تأكيد المعلومة آه دي الرسمة وبيقول لنا إيه؟ أقدر النهاية لما X تقترب من ما لنهاية و X تقترب من السالب ما لنهاية تعال ناخد المالا نهاية الأول لما X تقول لمالا نهاية طيب X تقول لمالا نهاية؟ تتبع السهم أقصى اليمين السهم أقصى اليمين لا طالع ولا نازل ده بيقرب لخط طيب السهم ده بيقرب لخط هتعمل إيه؟ هتقفز على الخط وتاخد إراية وي اللقصة ده إراية وي اللقصة ده كام يا شباب هنا؟ آه ما بين الاتنين والا اربعة يعني كام هنا شباب؟ يعني ثلاثة جميل يعني الإجابة ثلاثة طيب يلا نجيب الليمت لما X تقول لسالب ما لنهاية تتبع السهم أقصى اليسار السهم أقصى اليسار لا طالع ولا نازل بيقرب لخط يقفز على الخط وخد إراية وي اللقصة ده إراية وي اللقصة ده كام؟ ثلاثة يبقى الإجابة هنا كام؟ ثلاثة جميل يبقى معناه الكلام ده يا شباب لما X تقول لما لنهاية وX تقول لسالب ما لنهاية بتشوف السهم أقصى اليمين والسهم أقصى اليسار ساعات بتلاقي السهم طالع لفوق أو نازل لتحت أو بيقرب لخط لو طالع لفوق إجابتك بتبقى إيه؟ ما لنهاية لو نازل لتحت إجابتك بتبقى إيه؟ سالب ما لنهاية طب لو بيقرب لخط بتقفز على الخط وتاخد إراية وي اللقصة ده ماشي يا شباب؟ طيب إن شاء الله برضو الناس اللي بتشارك معنا وشكراً لهم أو الناس اللي بتشارك معنا ونبعت الواجب الإلكتروني النهاردة إن شاء الله ونتمنى إن كل الناس تشارك وبرك الله فيكم وشوفكم مرة تانية إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة